هذا الأمر كذب وبالحقيقة سيبان جاءت في عام 2014 إلى بيتي ومكثت في البيت تقريباً أكثر من عشرة أيام فقط وبعدها ذهبت وخلال هذه العشرة أيام يعني أنا أتكلم بكل صدق وبكل حرية يعني أنا لا ليس تحت الضغط ولا أي شيء عملناها معاملة جيدة جداً وكانت فرد أفراد العائلة أما بخصوص هذا الكلام والوصية وما أعرف من هذا الكلام هذا أمر عاري عن الصحة تماماً قتلك في مجتمع النساء التنظيم معروف أنه سيبان مقربة من العدنان حتى كانوا يسموها يطلقون عليه لقب باقية وما هو التعنيف للسبايا من قبلك ومن قبل زوجاتي البغدادي؟ بالنسبة للتعنيف السبايا يعني أنا الحمد لله أنا قبل كل شيء مرة مثقفة مسلمة أعرف أحكام الشريعة وأن هذا الأمر أصلاً لا يجوز في الشريعة الإسلامية فأنا لا أقدم عن هذا الأمر وأنا متأكدة من نفسي والحمد لله وأتمنى من كل من جاء وشافني من السبايا والبنات اليزيديات أن يتكلم بصراحة ويبعث في وسائل التواصل الاجتماعي إذا كنت فعلاً فعلت هذا ترجمة نانسي قنقر